جديد يسعد صباحكم بالخير لزاويتنا الحوارية التانية اللي خصصناها للحديث عن العناد عند الأطفال فالعناد عند الأطفال هي مشكلة تربوية وحالة من الامتناع والاحتجاج يبديها الطفل تجاه التعليمات والإرشادات الموجهة إليه مع التشبث والإصرار على الرفض دون إبداء أي مبرر أو مسوغ مقنع ويعد العناد من أكثر مشاكل الأطفال شيوعا وانتشارا والعديد من الأهالي يشتكون منها ومن كثرة بكاء أطفالهم ويقولون طفل عنيد وعصبي وغيرها أيضا من الشكاوى فماذا عن هذه الظاهرة بالتحديد سوف أكيد نسأل ونتلقى الإجابات من ضيفتنا الموجودة معنا هنا في الستوديو الموجهة التربوية ريم علي يسعد صباحك بالخير وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم جميعا وصباح أستاذ المشاهدين أهلا فيك يعني بالبداية ستريم لو تحكي لنا عن تعريف العناد عند الأطفال كظاهرة سلوكية العناد عند الأطفال هو ظاهرة شائعة بين الأطفال بكونه طفل فهو ربما أن يكون عنيد وهذه الظاهرة هي الامتناع والنهي وقول لا دائما لأي إرشاد أو توجيه يأتيه من الكبار والإصرار والتشبث دائما بقول لا ودون أي مبرر أو مسوغ مقنع لماذا هو يرفض ممكن أن يرفض تبديل الملابس المتسقة ممكن أن يرفض شرب الحليب ممكن أن يرفض الذهاب إلى المدرسة أو يرفض أي سلوك هو حتى إذا هو يريده هو يرفضه أمام الكبار فقط للعناد يعني فقط لهذه التسمية طب خلينا نحكي عن أشكال ومظاهرة العناد عند الأطفال يعني حتى ما نكون مخطئين بحق أي طفل أنه هذا نقول عنه عنيد لا ممكن يكون هذا شكل من أشكال العناد ممكن يكون في إلو سبب آخر أو شكل آخر نعرف من حضرتك الأشكال طبعا أولا يبدأ سن العناد من السنة الثانية إلى السنة الخامسة أو السادسة من العمر هذا العناد يسمى العناد الطبيعي يعني استقلال هذا الطفل عن أهله في سنة الثانية يستطيع الطفل أن يمشي لوحده ويتكلم يتعرف على الغرباء يفهم ألفاظ جديدة يحب أن يعتمد على نفسه فهو يستقل عن والدته هذا العناد اسمه عناد التصميم والنجاح عناد المثابرة إذا مورسا إيجابي يعني؟ إيجابي هذا عناد إيجابي هو يستقل عن والدته يريد أن يلبس لوحده يأكل لوحده يريد أن يمشي في البيت لوحده يريد أن يلعب بكذا بمقتنيات لا تسمح له الوالدة أن يلعب بها هذا هو عناد المثابرة والتصميم ممكن يجلس طفل مدة ثلاث ساعات أو أربع ساعات لتصليح لعبة مكسورة أو لعبة لم يستطيع أن ينجزها هذا عناد التصميم والإرادة وهو عناد إيجابي أما إذا أساءت الأسرة في معاملة هذا العناد سيتحول هذا العناد إلى عناد اضطرابي مستمر ممكن أن يحصل في المرحلة في المرحلة الابتدائية في المرحلة التعليمية أما إذا مورسا عليه علاج سلوكي جيد فهو لن يتجاوز السادسة من العمر هلأ فينا نقول أن العناد سلوك مكتسب؟ طبعا ولا كيف؟ هلأ هنا بالأساس ليش بيعنده؟ ليش منسوف الأطفال دائماً هيك عندهم؟ سبب العناد ما هو سبب العناد؟ سبب العناد ممكن أن يكون له أسباب كثيرة ممكن أن يكون طلبات الأهل أكثر من طاقة هذا الطفل فهو إذا نفذ هذا الطلاب سوف يفشل وهو أدرى بإمكاناته من الأهل هو سوف يقول لا 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 لكي لا يفشل لا يقع بمكان فشل ثانيا ممكن أن يكون يوجد قهر أو ظلم من الأهالي هلأ غالبا الأم تطلب الكثير 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 من الطفل لا تفعل كذا لا تكسر كذا لا تؤذي نفسك كذا ممكن هذا الطفل لا يستطيع أن ينفذ هذه الطلبات الكثيرة فهو يرفض لكي لا يفشل ويكتسب معا العناد بعد كل هذه الطلبات من الأهل وكل هذه الأخطاء يكتسب العناد بسبب سوء تنظيم الأهل يعني هلأ ما بس القهر ممكن هو غيرة من أحد الأطفال مثلا في العائلة يعني يجب البحث عن السبب ممكن هو يغار من أخا فهو يتصرف بعناد وممكن هو يقتدي بوالدته ممكن أن تكون الوالدة عنيدة أو الوالد عنيد هو يقتدي عنده قدوة حسنة يعتبرها قدوة حسنة فهو يمارس العناد خصوصي أن الطفل بألد يعني كمان الطفل يقلد القدوة الحسنة يعني هلأ هو يقلد والدته ممكن أن يقلد أخاه الأكبر فهو يعتبر هذا السلوك هو السلوك السوي فيتصرف ممكن هو يريد أن يثبت ذاته مثلا أنه موجود هو له مكان فيرفض وغالبا نحن نلاحظ أن الطفل في المرحلة الأولى يتعلم قول كلمة لا قبل أن يتعلم كلمة نعم فهو لا 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 ومع الأيام يكتسب هذا السلوك إذا كان يوجد معالجة صحيحة للعناد في المرحلة الطفلية الصغيرة من السنتين إلى الخمس سنوات لن يستمر العناد أما إذا كانت إذا كانت هذه الظاهرة لم تعالج في هذه المرحلة سيستمر العناد في المرحلة الابتدائية وأثبت الدراسات أن العناد في المرحلة الابتدائية لا يتجاوز بين 15 إلى 22% من الأطفال هو لا يتصرف بعناد في المدرسة يتصرف في البيت بعناد أكثر وإذا استمرت هذه الظاهرة للمرحلة المراهقة ستكون سلوك مكتسب إلى ما شاء الله خلاص رحمه رحمه وغالبا نرى أن ظاهرة العناد تظهر دائما يعني غالبا تظهر في مرحلة الانفصال أي في عمر السنتين وفي سن المراهقة الإنسان بحد ذاته يعني ينفصل عن المعيل له في عمر السنتين عن والدته وفي سن المراهقة عن الأسرة تظهر هذه الظاهرة إذا علجت بشكل صحيح يعني مشي الحال راحت معه اكتسبها طول العمر طيب ما بعرف إذا جاهز هذا التقرير لزميلتنا خول غصر كنا منتابعوا مع بعض جاهز التقرير منتابع هذا التقرير لزميلتنا خول غصر عن موضوع العناد عند الأطفال ومن ثم نعود لمتابعة اللقاء مع السيدة ريمة كيف لازم يتعامل مع الطفل العناد؟ ما تجي معه على طول إنه تعاندي أو تجبر عليه بأي شي بتجي معه بتعلمي على الصح شوي شوي بصير هلا حسب الموقف يعني إنه ممكن يكون لين ممكن يعني أكتر شي إني سايره ويجي من طريق تاني هيك لف على الموضوع لف عليه ويمشي الحال أهم شي الصبر على الطفل لأنه الطفل بريء بحاجة تعطف وحنان بشكل دائم هلا أكيد ما فينا نقيده بالغلاط إذا كان غلط بس فيه طريقة من صعي صوفية ولهيك منوصل لنا نتيجة أكيد الصبر لك السايري تيجي معه شو بيطلبوا وبعدين بتفهمي إنه هاي المعلومة هيك تيجي معه وتلما بتقولي مسايرة نوعا ما بالتقبل يعني وإنك أنت تسايري نوعا ما لبين محطة هو يبلش يتعلم معك أكتر شوي شوي ممكن تتمتصي هذا اللعناد اللي عنده أكتر ستريم يعني متل ما شفنا بتقرير كل الناس أجمعت على أنه مفروض نساير الطفل شو رأيك أنت بالموضوع؟ حسب الموقف هلأ نحن يجب الأهل أن تفهم الفهم الأساسي ما وراء هذا العناد لماذا هو عنيد ما هو السبب في هذا العناد ممكن مناقشة الطفل والأخذ والرد ومعالجة السبب وإذا لم يصل الولي الأمر إلى معرفة السبب أو اكتسب هذا الطفل هذا الموقف العناد يجب عقاب هذا الطفل سنتحدث عن موضوع كيفية علاج موضوع العناد عند الأطفال ولكن نلاحظ في المدرسة غالبا يكون الذكور عنيدين أكثر من الإناث في مرحلة ابتدائية ولكن تتساوى هذا العناد يتساوى في سن المراهقة بين الذكر والأنثى أما بالنسبة للتقرير للمشهد يوجد وعي كبير من الأهالي أنه مناقشة هذا الطفل فهم الأسباب لماذا هو عنيد ما وراء هذا الموضوع في النهاية هم مهتمين بالموضوع هلأ شفت كمان إجابة من أحد السيدات أنه لا يوافقوا على الغلاط ويوافقوا على الصح عملية عدم موافقة الطفل على أي تصرف طفولي نحن دوما ندعي تصرف طفولي حتى لو كان خاطئ إذا أنا موافقته عليه ممكن يؤدي إلى عناد يصير بده يعمل لهذه الشغلة هلأ فيه البعض أنا عم أقول البعض وليس بالضرورة يكون صح أنه لا لما بدي يعمل الشغلة تتركه أنه خليه روح يعمله بس يعني يحس أنه هو يغلط لحاله بدي يتراجع عنه طبعا نحن مع تجاهل بعض الأمور هذا طفل ممكن أنا أتجاهل ممكن هو يعند لا يريد أن يلبس اللون الأحمر مثلا أنا أتجاهل هذا الموضوع ممكن هو يلبس اللون الذي يريده يعني لازم نترك نحن حرية للطفل وليس قمع الطفل يعني مجرد أنك قمعت له لهذا الطفل هو رح يزيد عناده رح يزيد عناده أي أمور بسيطة لا تؤدي إلى كوارث ولا تؤدي إلى أذية شخصية بسلوكه وبتربيته وبتعليمه ممكن تجاهل هذا الموضوع وممكن أن نطفي الأمور السلبية ونعزز الإيجابيات مثلا أنا أطلب مساعدته ممكن أن تساعدني لا أمره أنه مثلا رتب غرفتك أو كذا هل تساعدني في ترتيب الغرفة مثلا دائما لما يبدي سلوك إيجابي جيد أنا أعزز هذا السلوك أعطيه مكافآت أعطيه تعزيزات أحاول أن أعزز من شخصيته وعندما يخطئ يجب أن يكون العقاب مباشرة بعد العناد وليس العقاب ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم ولا يعرف لماذا تعاقب يجب أن يكون العقاب مرتبط في السلوك الغير سوي أما إذا تأجل العقاب سوف يعني يشعر الطفل بالظلم أنه لماذا هو تعاقب هو سينسى الموضوع أني هلأ هون مبدأ الثواب والعقاب عم بيكون ضمن حالة معينة خلينا نقول هلأ في أطفال بيكونوا عانيدين وبيبكوا كثير في منهم عانيدين وكثير عندهم شغب كيف ممكن الواحد تعطى معون؟ دائما الأسرة السوية إذا كانت الأسرة سوية وتربيتها جيدة وتحاول أن تمام تفضل إذا كانت الأسرة تعمل على الأمور التربوية وتناقش هذا الطفل وتحتضينه وتشعره بالمحبة وأنه غير مظلوم وأنه هو الاهتمام الأول والأخير لن يضطر هذا الطفل للعناد أما هو واقع عنده سبب هذا السبب يجب أن يعرف هذا السبب الخلافات بين الأطفال مختلفة حالات الأطفال مختلفة عن الكبار يعني يجب أن نعرف ما هو السبب في العناد ثم معالجته ممكن أن يكون يتعرض للعنف مثلا في المدرسة ممكن أن يكون جائع ممكن أن يكون له حاجات وأمور غير لم تلبى من قبل الأهل أو لم تلبى من المجتمع ممكن أن يطلب منه أشياء أكثر من مستواه بكثير من المرات ممكن عنده نقص في بعض المواد لا يستطيع مثلا مجارات المعلمة في مادة الرياضيات مثلا ووالدته تطلب منه العلامة التامة في مادة الرياضيات ممكن هو لا يستطيع ترتيب الغرفة التي تطلب منها أو لا يستطيع أن يأكل بدون أن تتسخ ثيابه يجب مساعدة هذا الطفل لكي لا يقع بالأخطاء ثم معالجة هذا السلوك الذي يطرأ دامريم يعني خليني أرجع يعني عرج على الكلام اللي حضرتك يعني أفتينا فيه يمكن تسعين بالمئة من الكلام اللي حضرتك عم تقولي واقعيا عم يصير يعني عم ينطلب من الطفل يأخذ علامة تامة ربما بممادي لا ربما عم يعني الضغوط الحياتية الظروف الاجتماعية الظروف الاقتصادية اللي عم تمر فيها كل عائلة بتجبرها أنه طفلة يطلب منه طلب ما أنا قادرة تلبيه يعني هاي الشغلات عم تعاش يوميا أنا كيف ممكن التعامل مع هذه الشغلات غير أنه لا حيد الطفل عنها طب أنا ما أنا عايشة ما فيني حيدها المناقشي والحوار أنا دائما لما بناقش طفلي ولما بكون أنا قدوي حسني لإله هذا الطفل سيتحسن يعني رح يكون مرتاح خلينا نحن نميز كمان بين الطفل العنيد والطفل الذي يكتسب العناد اكتساب أحيانا في المرحلة الابتدائية نلاحظ أن بعض الأطفال عنيدين جدا وهم لم يتعرضوا لسوء تربية من الأسرة تكون الأسرة واعية ومثقفة وبيئة تربوية جيدة ولكن هذا الطفل عنيد إذن هذا الطفل من أذكى الأذكية هو يسخر المجتمع كافة لسبيل لتحقيق غاياته وأموره الشخصية هو يسخر معلمه ووالدته وأصدقائه ويجمع حوله شلة من المتمردين ولكن هذا السلوك نحن لا نراه جيد ولكن هذا الطفل هو ذكي جدا يعني وضحة الصورة أما يوجد أطفال هنا حسب الغناج الزايد والدلال والاستجابة ممكن الأهالي مثلا مجرد أن الطفل طلب أي طلب ممكن فورا تلبي له هذا الطلب تجيب له هذا الطلب هذا الطفل متوسط الزكاء ولكن هو اكتسب العناد اكتساب من الأسرة بالنسبة للأمور إذا طلب أشياء ولا نستطيع تلبية هذه الأشياء المحاورة والنقاش نحن لا نستطيع أن نلبي غرض آخر أمور أخرى حسب المجتمع كمان أنا أستطيع أن أبعد هذا الطفل عن بيئة معينة وأن أكون القدوة الحسنة له يعني هذا ما في غير الحل أنه فهموا الوضع طبعا مناقشة هذا الطفل يوجد حلول كثيرة لمعالجة العناد مثلا أنا عندي ممكن أنا ألعب معه لعبة نعم كلمة نعم مثلا ممكن أن ألعب لعبة أن أطرح أسئلة يكون جوابها نعم وإذا قال كلمة لا هو يخسر مثلا أسأله اسمك كذا يجيب نعم صف كذا نعم 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 أسأل مجموعة من الأسئلة أنا أعوده على كلمة نعم منها تكون محاورة ومنها هو يقول كلمة نعم هو يرضى يعني أنا هون عم اشتغل على السلوك لا هون أنا عم اشتغل على السلوك إذا قال لا هو خسر مثلا اللعبة ممكن تكون هاي ممكن تكون أن نحكي له قصة عن بعض الحيوانات المحببة له ونزرع السلوك ضمن هذه القصة أنه فعل كذا وساعد كذا وأنقذ كذا تشبيه يعني التشبيه مثلا ممكن نحكي قصة عن سيار الأنبياء ممكن ممكن المكافأة حتى المادية مثلا أن إذا قمت أنت بعمل جيد تأخذ الشوكولات أو تأخذ المطلوب هاي مقنعة أكتر من غيرها يمكن ممكن مقنعة حسب ميول الطفل يعني ممكن أطفال الشوكولات عندهم دائما مثلا يعني حسب هو حسب الغرض أنت عند الطفل ممكن تكون العقوبة بعد تصرف العناد أنه أنت غدا مثلا لن تذهب في رحلة إلى مكان فلاني أو أنت لن تشاهد التلفاز يعني لا يجب دائما التعزيز وطفي السلوك السلبي وتعزيز السلوك الإيجابي تمام هلأ تأثير البيئة المحيطة أكيد كمان كتير بيلعب دور بهذا الموضوع وفي أخطاء ممكن الأهل بيرتكبوها مع الأطفال يمكن بأنه نحن بنسميها بالعامية أنه يقللوا منهم أو يمكن يكسروا بطموحاتهم شوي من خلال المقارنة مع الأقران الليلو بعمره تأثير البيئة المحيطة قديش ممكن تكون إلى وقع الطفل هو أكتر شي هو تأثير البيئة المحيطة هو أهم شي البيئة المحيطة الأم يجب عدم مقارنته بأي زميل له أو بأخيه أو بأي تصرف آخر هو له شخصية أساس العناد هو تكوين شخصيته المنفردة فرديته يحسب استقلاليته أما إذا أنا شبهته هو سوف يتطبع بطفل آخر أو بشخص آخر سيزيد موضوع العناد هو له فرديته شخصيته المستقلة أسلوبه المستقل نحن نريد أن نقوم السلوك فقط لا يجب أن نعمل نسخها فتوكوب منه من أخيه أو من زميله أو من أي شخص لا يوجد إبداع لا يوجد تميز في المستقبل وغالبا تكون أخطاء الأمهات بفرض قيود على الطفل مثلا عندها في البيت أثاث وتحف وكذا هي تنسى السيكولوجيا تعيد الطفل التي تهتم باللعب والنشاط والحركة البدنية وأي شيء وهي تمنعه من الحركة ضمن مثلا هذه الغرفة مما يؤدي إلى عناد هذا الطفل إذن البيئة المحيطة هي التي تساعد تعزز العناد أو تطفيها العناد الطفل بحاجة لللعب بحاجة إلى النزهة بحاجة إلى الطعام بحاجة للتعبير عن الرأي بحاجة إلى اللعب مع الأقران مجرد أن منعت الأم هذا الطفل من هذا النشاط ومن هذه الحاجات هو سيصبح طفل عنيد ومشكلة في المستقبل دعوني أخصص الحديث لقادم الدقائق عن الدلال الزائد تحديدا يعني نرى البعض بيعامل أطفالهم بدلال زائد ليس فقط في الحاجيات ليس فقط عندما يطلب الطفل شيء لأرضاء رغبة لديه حتى بموضوع الدراسة حتى بموضوع رحلة عائلية أو مشوار عائلي يعني هذا الدلال الزائد دعوني نأخذ من حضرتك تأثيراته الإيجابية وتأثيراته السلبية الآن غالباً لا أحداً ما يحب ابنه الكل يحب طفله ويحب أن يدلله المحبة شيء والدلال شيء آخر نحن يجب أن نشعر هالطفل بالأمان وبالمحبة وبالعطف وبالسند وبأن طلباته ستنفذ ولكن ليست عن طريق العناد يعني عندما يطلب الطفل ويصر يجب تجاهل هذا الموضوع وممكن تلبيته في أمور أخرى يعني في وقت آخر وممكن هو يطلب مثلاً اللعبي أنا ويعند عنيد أنا لا أنفذ هذا الموضوع وأعاقب هذا الطفل ممكن تاني يوم بدون هو ما يكون أنا أجيب على هذه اللعبة يعني أنا ما بدي رسخ موضوع العناد فقط الأسلوب السلوك الدلال يعني عم نشوف دائماً الدلال الزائد عم يولد شخصية مثلاً اتكالية شخصية أو عنيدة أو شخصية عنيدة واتكالية وهو يصار هذا أسلوبه لما بده يطلع مشواه لما بده يشتري شيء كله عن طريق النق والعناد وهذا السبب الأساسي هو الأم والأب في طريقة طلب الطفل لأي موضوع تمام طب هلأ كلاهاتنا منعرف أنه في حالة كمان عند الأطفال ويلي هي التعلق بالأهل بيكون معناد مثلاً ما بده يروح على المدرسة بده يضل مع أهله أو حتى كمان هايدي همان أول يوم بالمدرسة هي هاي هاي تبعت المدرسة كتير أيه أين ما بده يروح على المدرسة تمام إنه ما بده يروح على المدرسة سلوكه ضمن المدرسة بيكون فيه يعناد أو دائماً مثلاً بده أهله بده كذا فالمشرفين اللي بيكونوا بالمدرسة اللي هنه بيكونوا مسؤولين عن هؤلل الأطفال شو الطرق يلي ممكن يستخدموها معاهم ضمن المدرسة انه نتقلب من الأسرة الأولى للأسرة الكتعانية الآن غالبا لما هو بعند ما بيارثه لا انه يروع على المدرسة يا ترى ما هي الأسباب ممكن أنه يتعرض إلى تنمر من زملائهم ممكن هو ضعيف في المدرسة ممكن هو يشعر بالبرد ممكن هو مريض مثلا ممكن ما يحب الأنسة ممكن ما لا يحب المعلمة ممكن في المدرسة يتعرض إلى الترهيب من المعلم أو طلبات تعجيزية من المعلم من هذا الطفل ممكن هو يحب مثلا معلمة أخرى أو يحب مدرسة أخرى أو يريد مادة أخرى الحلول مثلا من المدرسة هذه المشرفين يجب أن يكونوا عطوفين على هذا الطفل استيعاب هذا الطفل ما هي المشكلة التي يتعرض لها ممكن إذا هو مع مجموعة من الأطفال المتنمرين هو يتنمر ويعاند ليكسب رضا المجموعة على فكرة يعني ممكن هو يكسب رضا يكون هو البوس تعال الصف وعم يعند لحتى يكونوا هذول الأطفال يعني من زملاء المقربين فيستطيع المعلم إبعاد هذا الطفل عن هذه المجموعة ومثلا تغير مقعده غالبا نراها في المدرسة يجب على المعلم أن يعرف ما هي المادة المفضلة لدى هذا الطفل ممكن تكون المفضلة هي الرسم وتكليفه مثلا بتعليم بعض الأقران موضوع الرسم أو موضوع الرياضيات تكليفه بمهام قيادية ممكن تكليفه بأن يكون عريف الصف ممكن تكليفه بمهام نحن نعرف أن منظمة طلع البعث معظم مهامها قيادية مثل أن يكون مسؤول عن موضوع الانضباط مسؤول عن موضوع النظافة يعني شغل الطفل والبحث عن السبب الرئيسي بعدم محبة هذا الطفل للمدرسة طبعا نحن أكيد حكينا عن المعلم والمدرس ربما عليه حق بالتعامل مع الأطفال لكن أكيد بدنا نوجه لهم كل التحية هنا نعم يقوموا بالعملية التربوية والتدريسية ضمن ظروف فعلا صعبة عم تمر على المدرس كحياة بالنهاية المدرس لديها عائلة لديها أبناء لديها أطفال وليه تأمين احتياجات وأيضا واجب داخل المدرسة أكيد يعطيهم ألف عافية بس نحن كنا نجمل كل الأسباب الممكنة خليني انتقل ربما المبادرات التطوعية التي نسمع فيها مدام ريم تقريبا باستضافاتنا الإعلامية حتى بالسوشيال ميديا نحن نسمع أنه نتوجه نحو الطفل نحن نشيل من بال الطفل هذه الصورة التي تشكلت له خلال عشر سنين العجاف ربما نستخدامه في التواصل الاجتماعي زرعت له أفكار ممكن تؤدي لعناد لأي شيء سلبي بالحياة كيف عام تشوفي عمل هالمبادرات التطوعية؟ بالتأكيد من ضمن عملك موجهة تربوي قد يكون توجهت بعض الشباب التطوعيين إلى بعض المدارس كيف عام تشوفي العمل ضمن أي إطار بتصنفي أو بتحطيه؟ يعني غالبا المبادرات التطوعية وخاصة من الشباب هذا الجيل الشاب العنفلوان والمصلحة العامة ومحبة هؤلاء الأطفال وأغلبهم جامعيين ومدربين جيد جدا الأطفال يعني في سعادي وهن مثلا بتابعوا هذا الموضوع غالبا من منظماته اللي بتكون متابعة هذا الموضوع وبتساعد هيدو الأطفال حتى ينخرطوا ضمن هيدو المبادرة نحن من شجع غالبا ولكن نحن كمنظمات مثلا كمنظمة طلاع البعثي المنظمات الرائلة مثلا للأطفال هي كانت مبادراتا من أفضل مبادرات نحن نساعد الأطفال مثلا لاختيار الطفل القدوة لاختيار الطفل الرائد على مستوى المحافظة وعلى مستوى القطر وتعزيز شخصيته وتعويده على مثلا على المساهمة والمشاركة ضمن المجتمع المحلي ويعني إيد مع إيد بيمشي هل يعني ما في حدا لحالة تمشي من عمر بيت جديد وبيمشي هذا البلد أما دائما كل مبادرة هي بتزيد شي جيد لهذا البلد وإن شاء الله الخير للجميع إن شاء الله أكيد نحن نتمنى لكم كل التوفيق وأكيد نتمنى كمان التوفيق لكل الطلاب ولكل الأطفال كلمة أخيرة بتحبي تقولي يا لكلام شوفوك أنا بحب أقول أنه هذا الطفل هو الأساس هو رجل المستقبل هو أساس المجتمع يجب على كل أسرة أن تبحث وتدرس وتطلع وتبحث عن هذا الطفل وعدم إهمال أي ظاهرة سلوكية حدثت مع هذا الطفل ممكن عنيد ممكن عنيف ممكن عنده مثلا عنف لفظي عنف جسدي يعني متابعة هذا الطفل نفسيا وجسديا وأخلاقيا لكي نبني مستقبل جديد يرتقي بهذا البلد إلى الأفضل وعدم التمييز بين الأبناء هذا أكثر شيء نحن نلاحظه بالحلقة الأولى ونوصي أيضا المعلمين والمعلمات عدم التمييز بين التلاميذ ونؤكد دائما على أن العقل السليم بالجسم السليم مدل غير ونتشكرك جزيل الشكر شكرا مدامريم على وجودك معنا لليوم تمنى لك كل التوفيق يا ربي عملك أنت وجميع الموجهين والقيمين في مديرية التربية اللاذقية شكرا جزيلة لإلك أهلا وصحبا أهلا فيكم شكرا لحضراتكم شكرا لقناة أغاريت على الإضاءات التربوية دائما نحن بتعودنا عليها أهلا وسهلا أهلا فيك